السلام عليكم ورحمة الله كيف تعلم أن توبتك مقبولة؟ ما هي الأشياء التي تعينك على الإسرع في التوبة؟ اليوم أحبتي في الله سنتأمل ثماني علامات تدل على قبول التوبة إن شاء الله أول شيء أخي الحبيب يجب أن تعلم أن من كرم الله علينا أنه أمرنا أن نتوب إليه هو الذي طلب مننا أن نتوب إليه أنت إذا أسأت بحق إنسان ضعيف لا يملك لنفسه خيرا ولا ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ينتظر منك أن تبادر أنت بالاعتذار لا يطلب منك أن تعتذر منه الله عز وجل يطلب منك يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوحة توبوا في الأمر الله يطلب منك أن تتوب لأنه يحبك لأنه يريد مصلحتك يريد أن يهديك للحق أعد لك جنة عرضها السماوات والأرض ويحبك أن تكون من أصحاب الجنة يريد لك الخير يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ما هذا الكرم الإلهي؟ ما هذا العطاء؟ ما هذه الرحمة العظيمة؟ رحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى الذي يمنعك من التوبة أخي الحبيب هو الشيطان فإذا أغفلت وجود الشيطان في حياتك هذا خطأ كبير من أكثر ما يمنع الناس من التوبة أنهم يغفلون تأثير الشيطان عليهم الشيطان لا يريدك أن تتوب يريدك أن تنغمس في المعصية استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله فإذا أول شيء ينبغي أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أن تطرد هذا الشيطان من بيتك بالعمل الصالح بذكر الله لأن الشيطان يكره ذكر الله تطرده بأعمال البر تطرده بالطهارة والوضوء تطرده بقراءة القرآن بالاستماع للقرآن هذه وسائل تعينك على الإسرع في التوبة ينبغي أن تتوب من أي عمل أخي الحبيب سيء فورا لا تؤجر التوبة للغد نصيحة لأنك قد لا تعيش للغد أصلا الشيطان يجعلك تسوف تقول سوف أفعل في المستقبل العمر أمامي الطويل كذا لا 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 أنت لا تدري متى يأتي الموت لذلك في هذه الحالة نصيحتي لك وهذه نصيحة القرآن ليست نصيحتي إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان طائف يعني لم يرتكب فاحشة لم يعمل ذنبل طائف يعني فكرة خطرت بباله أن يعصي الله فانظر طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون تذكروا لذلك وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله استعذ قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذن خطوات التوبة الاستعاذ أهم شيء من الشيطان لتطرد شره طيب كيف أعلم أن توبتي قد قبلت بعض الناس يظن أن التوبة لا تقبل لأنه ينظر إلى أعماله أنها أعمال عظيمة لا تغتفر يقول أنا ارتكبت ذنبا عظيما جدا لا أظن أن الله يغفر لي للأسف هذه النظرة نظرة شيطانية يريدك الشيطان أن تظن هذا الظن وهذا الظن سيء بالله يريدك في النار هذا الظن سوء الظن بالله لأن الله يقول أنا عند ظن عبد بي في الحديث القدسي ويقول في القرآن إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا فإذا اعتقدت أن هناك ذنبا لا يغفر أنت تشك بكلام الله وتشك برحمة الله ستهلك إذن أول قضية أخي الحبيب أثناء التوبة الإخلاص انظر لنفسك هل تبت إلى الله بإخلاص أم أنك تتوب وتنوي أن تعود غدا الله يقول ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولم يصروا عدم الإصرار فالإخلاص هنا مهم جدا في التوبة وكل واحد يستطيع أن يختبر قوة إخلاصه لله عز وجل اختبار بسيط جدا هل أنت لازلت تحب هذه المعصية وتتمنى أن تعود لها إذن هناك مشكلة في إخلاصك لله الإخلاص يحدث عندما تكره هذه المعصية كما تكره أن تلقى في النار تنظر إلى هذه المعصية على أنها جزء من عذاب جهنم إذن الإخلاص هو أول علامة من علامات قبول التوبة إن شاء الله العلامة الثانية أخي الحبيب من علامات قبول التوبة الإقلاع عن الزنب يعني هل أقلعت عن ذنبك؟ هل أنت لازلت تفكر بهذه المعصية وتحلم بها وتتمنى أن تمارسها؟ هو الله يغفر لمن؟ الله إنما يتقبل الله من المتقين المتقي لله يخاف عذاب الله يكره المعصية كما يكره أن يقذف في النار يجب أن تنظر إلى هذه المعصية على أنها عذاب من الله تبتعد عنها وكأنها نار جهنم تتخيل أن هذه المعصية هناك الشيطان هو الذي يجذبك إليها ليهلكك في نار جهنم ليوقعك في حفرة من حفر النار فإذا نظرت إلى المعصية بهذا الشكل ستقلع تماما عن الذنب العلامة الثالثة مهمة جدا الندم لأن الإنسان إذا لم يندم على الخطأ معنى ذلك أنه يمكن أن يكرر هذا الخطأ النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من مئة مرة فأن تندم على المعاصي هذا الدليل أنك بدأت تنظر إليها أنها الشيء خطأ والشيء لا يجوز والشيء يغضب الله فتبتعد عنها وتندم فهذه علامة أيضا تدلك بالفعل أن الله قد قبل توبتك إن شاء الله العلامة الرابعة أن تعزم أن لا تعود أبدا لهذه المعصية النية إنما الأعمال بالنيات أن تنوي أن لا تعود لهذه المعصية أبدا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون لأنك قد تموت قبل أن تصل إلى هذه المعصية إنسان تعلق قلبه بإمرأة فائقة الجمل أغوته وبدأ الشيطان يعمل ويوسوس وعافاه الله فابتعد عنها لم يرتكب المعصية ولكن لا زال دماغه يفكر بها ويحلم بها ويتمنى لقاءها إذن توبتك يجب أن تراجع توبتك نحن لا نريد أن نقول قبلت أو لم تقبل لأن هذا الأمر عند الله ولكن هذه مؤشرات تدلك أنك فعلا على الطريق الصحيح يجب أن تكره النظر لما حرم الله تكره من قلبك القضية الخامسة وهذا شرط وضعه العلماء أن تكون التوبة قبل الموت لأنك بمجرد أن موت تنتهى الأمر يعني يوم القيامة لا تقبل التوبة عندما يرى الكافر النار يستيقن ويقول يطلب من الله أن يعود إلى الدنيا قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت يقال له كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فلذلك أنت في هذه الحالة أخي الحبيب يجب أن تسارع للتوبة قبل الموت وأنت لا تدري متى تكون التوبة فإذا كانت توبتك قبل الموت تقبل إن شاء الله ونريد نحن أن نسق بالله ونسق بعطاء الله ونسق بمغفرة الله ونسق بكلام الله الذي قال ادعوني أستجب لكم القضية السادسة أن تكثر من الاستغفار من الذنب هذا أيضا من علامات قبول التوبة لماذا؟ لأن الإنسان إذا أذنب ذنبا عظيما ثم تاب إلى الله بشكل أوتوماتيكي يجد نفسه يريد أن يعتذر من الله يعني يا رب لا تؤاخذني يا رب أنا أخطأت ويكرر هذا هو الاستغفار ما معنى أستغفر الله يعني يا رب أطلب منك المغفرة أرجو منك أن تغفر لي الاكثار من الاستغفار إذا وجدت لسانك يقول أستغفر الله العظيم بشكل لا شعوري هذه إحدى علامات قبول التوبة أيضا العلامة السابعة أن تبتعد عن أسباب هذه المعصية يعني واحد تاب من الخمر ثم يجالس من يشرب الخمر ويقول لك أنا توبت لا تصدقه هو يكذب على نفسه أنت توبت من ذنب يجب أن تبتعد توبت عن التدخين ابتعد عن المدخنين قدر مستطع توبت عن النظر للأفلام الإباحية ابتعد عن كل الأسباب التي تدعوك لذلك احذف هذه المواقع افعل أي شيء لتتخلص يعني أثبت صدقك أنت تقول أنك توبت أثبت أنك صادق من خلال ابتعادك عن أسباب المعصية القضية الثامنة والأخيرة مهمة جدا أو العلامة الثامنة إنسان سرق أو أخذ مبلغا من المال بغير حق تقول أنا توبت والله غفور الرحيم وانتهى الأمر لا يجب أن تعيد الحق لأصحابي حتى تقبل التوبة وتثبت فعلا أنك صادق في توبتك أعد هذا الحق لأصحابي وبالتالي أيها الأحبة هذه العلامات الثمانية أنا أرى بأنها اختبار أنا عندما أتوب إلى الله من كان لديه وسواس أو لديه الشكوك أن الله لم يغفر له يطبق هذه المعايير الثمانية على نفسه فإذا وجد نفسه مخلصا علامة واحد إذا وجد أنه أقلع عن هذا الذنب بلا عودة وأنه ندم على ما فات ولم يصر على ما عمل عزمة على عدم العودة وأكثر من الاستغفار وابتعد عن أسباب المعصية ورد الحقوق لأصحابها إذا أنت على توبتك مقبولة إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا توبة النصوحة وأن يكتبنا عنده من التائبين الصادقين المتقين جميعا إن شاء الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق اشتركوا في القناة